لم تجف بعد دماء جريمة قصف نزيلات السجن المركزي بمحافظة تعز حتى استشهد طفل في شمال المدينة ووصيب شقيقه برصاص قناص حوثي أثناء خروجهما من منزلهما في منطقة عصيفرة قنص الأطفال والسهداف النساء هواية تستمر ميليشيا الحوثي في ممارستها رغم انشغال العالم بمواجهة جايحة كورونا الوباء الذي فتح نافذة أمل لإطلاق سراح نزيلات السجن المركزي بتعز لكن وباء الميليشيا كان لهن بالمرصاد حيث استهدفت ميليشيا الحوثي السجن بعدد من القذائف ما أدى لاستشهاد أكثر من ثلاثين سجينة الاعتداء الحوثي على السجن الكائن في منطقة الضباب بتعز أتى بعد دعوات أممية ومناشدات محلية بضرورة الإفراج عن سراح جميع المختطفين والمعتقلين من جميع الأطراف تحسبا لتفشي فايروس كورونا بينهم لكن الميليشيا الحوثية وفق بيان رابطة أمهات المختطفين قصفت السجن المركزي رغم كونه ضمن الأعيان المدنية المحمية باتفاقية جنيف القصف الحوثي على السجن تم بنية مسبقة بحسب بيان المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الذي اتهم الحوثي بتعمد إلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات ما يجعل هذا الاعتداء يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي وأكد المرصد على أن استهداف الفيات الأشد ضعفا يثبت أن جماعة الحوثي غير جادة في وقف إطلاق النار ما يلزم البعثة الأممية إرغام أطراف النزاع على البدء بحوار إنهاء الحرب في اليمن إفشال مساعي إطلاق السجناء كان هو هدف الاعتداءات الحوثية الأخيرة وفق التحالف اليمني لرصد الانتهاكات وهو ما يستدعي من العالم كما يقول مركز المعلومات والتاهيل مراجعة ضميره خصوصا وهو يحتفل باليوم العالمي للضمير ترجمة نانسي قنقر